طيب لما بتتكلم عن الرجاء أخت أليس يعني يعني يبقى الواحد فعلا حاول كل المحاولات وفقد الرجاء وزي يسترجع هذا الرجاء في حياته هي أنه نمرأ واحد ما بتبقاش المحاولات صحة أصلا لأن احنا مش professional قوي يعني أوقات واحد يبقى محتاج نجار يروح يجيب سباك ومش يحل لك فبيحصل أن احنا بنحاول نحل بطرق مش صحيحة ومش يعني زي مش professional اللي يساعدونا ولا اللي طالبين مساعدتهم ولا احنا شطرين يعني ما حدش يتجوز قبل كده فيدخل الجوازة فاهم كل حاجة للأسف كل واحد فاكر أنه هو فاهم كل حاجة اللي فاهم كل حاجة ده هو العيئي أسبوه صراحة لأن بيفتكروا أن نحاول كل حاجة بصراحة لا أنا ما شفتش حد فشل في جوازه كان حاول محاولات حقيقية فالرجاء مهم والحاجة المفرحة أن حتى بطول المشهورة والطب النفسي قالوا أوحش جواز ممكن يتصلح لو اللي اتنين يشتغلوا عليه فحتى الرجاء يعني متاح من الprofessional أكتر فربنا بالأقوى وبالأعظم أنه هو عنده مية حل للمشكلة الوحدة فكرة أنه في ناس ممكن يكونوا بيسمعوا الحلقة دي يقولوا لا إحنا ما فيش فايد إحنا حاولنا كتير إحنا محتاجين فعلا نقول رب الرجاء يدينا أنت رجاء يا رب محتاجين ناخد جرعة جديد أنا أقول ما فيش رجاء فيي ما فيش رجاء في شريك حياتي أنا طلبك أنت رب يا رب